في مركز طب العصاب بالعاصمة كييف تجري جهود حثيثة لعلاج وإعادة تأهيل عشرات الجنود الأوكرانيين الذين تعرضوا للإصابة في جبهات قتال المسلحين الروس بمناطق الشرق علاج ثم تدريبات تمكنهم من المشي مجددا وصولا إلى التعافي والشفاء تفاصيل أكثر في التقرير التالي سرهي سبعة وخمسون عاما ذهب قبل ثلاث سنوات للدفاع عن أوكرانيا ضد العدوان الروسي في الخامس من أغسطس عام 2015 أصابت رصاصة قمناص نخاعه الشوكي فأجريت للسرقية ثلاث عمليات معقدة قضى شهرا كاملا في العناية المركزة وقال الأطباء إنه لن يستطيع المشي أبدا في مايو 2016 زار سرهي مركز إعادة التأهيل العصبي قرب العاصمة كييف الذي يساعد الجنود بعد تعرضهم لإصابات خطيرة على التعافي في إطار مشروع تدعمه منظمات خيرية المرضى المشلون معرضون للإصابة مع الوقت بهشاشة العظام ولأن المصابة يبقى أقصى وقت في وضع عمودي محاكيا عملية المشي ويسير في جميع الاتجاهات يحصل على انطباعات إيجابية شعورية ونفسية لسرهي برنامج خاص به يقضي ست ساعات يوميا على منصة التدريب هذه ينفذ تمارينا لعضلات البطن والوركين والظهر ويراقب الأخصائيون على الشاشات التمارين ونتائجها تهدف التمارينات إلى تقوية العضلات وتحسين التنسيق والتوازن وسرهي فاسيليبيتش يمارس التمارينات بنشاط يمكنه بمفرده فتح وضم ساقي عملنا في البداية وفقا لطريقة مختلفة كنت أقوم أنا بالحركة وكان سرهي يصدر النبضات متخيلا كيف يقوم بذلك ومن ثم بدأ يحاول مساعدتي للقيام بهذه الحركات والآن وبفضل الجهد اليومي يؤدي سرهي فاسيليبيتش هذه الحركات بنفسه هذه الرغبة في التعافي لا تظهر عند جميع المرضى يفقد الكثير من الجنود الأمل بأنهم سيستطيعون المشي من جديد أدركت لحظة إصابتي أنني لن أستطيع السير مؤقتا وأنني مريض لبعض الوقت ولكنني لم أستطع تقبل أنني لن أستطيع المشي أبدا الحركة بالنسبة لي هي الحياة والحياة بلا ساقين أجل من الممكن استخدام الكرسي المتحرك ولكنني لا أستطيع تخيل ذلك تقبل البعض هذا الأمر ببساطة ولا يريدون الصراع من أجل الحياة أكثر وأظن لو رأوا نتيجة إيجابية عند الآخرين وأيقنوا أنهم يستطيعون الوقوف على أقدامهم أو الشفاء سيكون ذلك دافعا لهم للنضال من أجل صحتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر